السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ابو زياد فنسيانة واصلاح جميع انواع الغسلات الديجيتال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وانت العليم الحكيم ان شاء الله النهاردة هنشرح لحضراتكم ايه هي الكارتش جوكر وايه هي فايدتها وهل نقدر نحن نشغالها على الغسلات ولا لأ طبعا الكارتش جوكر يا جماعة دي بديل اه لطبعا لتلف البردة بتاع الغسلات طبعا زي ما انتو حضراتكم مش قائفين دي غسلات كنده متركب لها اه برضة اللي هي الجوكر طيب نبتد يا جماعة على اللي هي اللي هي اللي هي برضة بالنسبة لبيردد HAM يا جماعة دي برضة صيني طبعا اللو انت عند ايها غسلات وعندك مشكلة في الكارتش الفنين او معظم الفنين بيجيب الكارتش جوكر ديت بديل للكارتة اللي هي الاساسية بتاعت الغسالة. طيب احنا اولا انا مش ضدي ده انا عادي مفيش مشكلة انت كفني مفيش مشكلة يعني لو 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 لقيت البديل وحاجة برضو تعيش وكده فانا هنصح لحضراتكم النهاردة وهقول لك هل هي مفيدة ولا مش مفيدة وهنصح حضرتك ان هل انت تشغل على غسالتك ولا ما تشغلهاش وهل هي عملية ولا مش عملية. مبدئيا لو انت جديد في القناة الشريف القناة فعل زر الجرس عشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد. بالنسبة يا جماعة الكارتة الجوكر ديت طبعا الفنيين انا برضو منصح الفنيين ان هو يعني ما يركبش الكارتة الجوكر دي. ليه ما يركبش الكارتة الجوكر? انا مش ضدها على فكرة. انا يعني هي الكارتة الجوكر هي لو انت عندك غسالة عند حضرتك هي طبعا ما بتشتغلش على جميع انواع الغسالات يعني ما ما ينفعش تشتغل على الغسالات اللي هي الضرائي اللي هي الي فيها مجفف? لان طبعا البرضة دي ما تستحملش الغسطيلات اللي هي بمجفف. او اللي هي عدد لفاتها اكتر من الف لفة لان دي ما بتشتغلش عليها. دي بتشتغل الغسطيلات الخمسة كيلو والستة كيلو. الطيب هنممكن نشغل على غسطيلة كنتي غسطيلة طبعا ما ننفعش تشتغل على الدافع المباشر. مش كل غسطيلة تشتغل تشتغل على المطور الغسالة الشربون. طبعا الفنيين يعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده. طيب. هل انت كفاني انصحك ان انت تركبها? لا ما انصحكش. ليه بقى? اولا الكارتة دي تمام? عمرها قصير. قصير جدا 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 جدا. تمام? هي اه مش عملية. يعني الكارتة اللي حضرتكم مش شايفينها دي دي متركبها بقالها بالزبط شهر على الغسالة. يعني انت كفاني لو روح تركبتها لعميل وحضرتك اللي الكارتة ركبتها لو انت انا انصحك في حالة واحدة بس لو البردة بتاعت الغسالة مش موجودة. يعني لو الكارتة بتاعت الغسالة دي مركتها غريبة مش موجودة في السوق وبرضو قبل ما اتركبها لازم تاخد الكارتة القديمة تصينها. يعني الكارتة القديمة. افضل مليون مرة من الكارتة طيب لو انت صينت الكارتة القديمة. تمام? يبقى افضل ليك. طيب لو انت ملقيتش بديل الكارتة القديمة. حضرتك بتخ infections. ومش حضرتك انت كفاني. العاميل اللي يشتريها على مسئوليته هو لان الغسالة دي الكارتة طبعا يا جماعة ملهاش ضمان يعني انت حضرتك لو خدتها من التاجر وروح تركبتها وانت بتركبها حصل فيها اي مشكلة وده بيقابل ناس كتيرة جدا جدا بقابل المشكلة دي ما بتكمنش اسبوع اسبوعين شهر بالكتير وترجع تقف تاني طيب انت تعمل ايه انت حضرتك بتاخد مصنعيتك اللي انت بتقدرها زي ما انت عاوز خد خد يعني انت مصنعيتك لو طلبت خمسمية طلبت ستمية طلبت ربعمية طلبت الف مليون خد اللي انت عايزه بس اهم حاجة ما تبقاش انت كفني مسؤول عن الكارتة لان الكارتة حضرتك لو انت ركبتها تمام اه حتى انا مش هتكمن معك يعني بالكتير خالص ست شهور ده اخصى حاجة يعني فيه ناس بتركبها بتقعد سنة سنة وبتاع بس دي بقى بتبقى بكان بيبقى مثلا القهرابة فيه كويسة ان الغسالات البرضة دي بالذات لو القهرابة اقل من ميتين او متين وعشرين خلاص شكرا لو بتكملش اي حاجة وتلاقيها ايه ضربت طيب الكارتة دي يا جماعة زي ما تشافين اهو تمام متركبها متركبها بالزبط بالزبط العميل مركبها من شهر احنا جايين نبص على الغسالة بنكشف عليها لقينا الغسالة او ما شغلناها تمام عاملة ايرور مطور طبعا ايرور مطور في الكارتة لايك عن الكارتة كده بايزة طبعا احنا قسنا المطور المطور عندنا شغال ما فيهوش اي مشكلة اصبح هلاقي في الكارتة طيب الكارتة حضرتك دلوقتي مين اللي هيشيلها حضرتك اللي هتشيلها كفاني طب انت ليه توقع نفسك في مشكلة يبقى انت الافضل ليك ان انت حضرتك بتقول للعميل الكارتة لو هو هيركبها ما فيش اي مشكلة ما فيش ادنا مشكلة بتركبها بس العميل هو اللي بيبقى مسؤول على الكارتة لان العميل طبعا مش هيلاقي حاجة زي كده وهو بقى ايه وهو وحظه او وهو ورزق بقى كملت معاه ماشي ما كاملتش معاه خلاص يبقى هو كده ايه هو وحظه تمام يبقى احنا حضراتكم النهاردة دي معلومة لكم ان شاء الله النهاردة يا حبابي وان شاء الله لو اي حد عايز اي استفسار او اي صيغنة بخصوص الكارتة الجوكر يكلمني وانا تحت امره وان شاء الله مزيد من الفيديوهات وزي ما انا بدي حضراتكم المعلومات بما يرضي الله محتاج حضراتكم تتفعلوا مع القناة والدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لحضراتكم كل ما هو جديد واشوفكم ان شاء الله على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته